مشاكل الأربما ستتجاوزون في ساعة القليل القادم هي ثلاث مشاكل رئيسية مشكلة العجز ودولة رئيس الوزراء أبدى مرونة كافية لدراسة كل الأرقام وما نجده في مبالغ فيه سنذهب إلى تقفيضة وكذلك مشكلة الموازنة ثلاث سنوات وسنضع بعض القيود في الموازنة التي ستلزم الحكومة لتقديم مسودة موازنة الأعوام القادمة 2024 و2025 لمجلس النواب وكذلك إشكالية شعور بعض المحافظات بالغبن سنبدل قصارى جهدنا بالتنسيق مع الحكومة لإجراء بعض المناقلات لسد هذا الخلال الموز حقيقة عظمت السؤال عن موضوعة تنمية الأقالية من المحافظات التي اعترض نوابها على تخصصات القليلة كيف ستعالج هذه الموضوع بغض النظر عن المحافظات المتجنظة التي صرح بها نواب أن هناك بترودوا لا تحدث عن المحافظات الأخرى كيف إنه ممكن معالجة مواقف يعني يوم أمس مع دولة رئيس الوزراء طلبنا أن يكون هناك زيادة لتخصيصات تنمية الأقالية ومن خلال هذه الزيادة نستطيع أن نعوض الخلل الذي حصل أو الغبن الذي يشعر به أبناء تلك المحافظة يعني راح يصير مناقلات في القرارة من جهة مناقلات ومن جهة طلبنا زيادة تنمية الأقالية أيضا متى سترجحون إمضاء الموازنة أو التصويت على الموازنة وهل فعلا ستعقد جلسة اليوم أم ستؤجع يعني باعتقادي ليس هناك أي مبرر لعدم منعقاد هذه الجلسة لأنها جلسة مخصصة للموازنة والكل ينتظر الموازنة وليست هناك جهة معنية تريد أن تستهدف هذه الموازنة فالمفروض أن تنعقد باعتقادي نحتاج إلى 20 إلى 30 يوم كل توقعاتنا أنه قبل نهاية الشهر الخامس سيكون المشروع جائزة شكرا جزيلا سيارة نابع نضمامك معي في نشطة الحصاد نعم كما استمعت زميلتي واستمع المشاهد إلى مجموعة الإضاحات التي أدلى بها سيارة النائب جمال كوتشر والتي أفعلت بأن لا توجد هناك جهات تحاول أن تعرق سير المجلس في موضوعة القراءة الثانية والتصويت على قانون الموازنة الاتحادية الجميع ينتظر والجميع متحمس لإقرار هذا المشروع وهذه الموازنة الثلاثية لما لها من أهمية كبيرة في تحسين الواقع الاقتصادي في البلد البلد يعيش في أزمة اقتصادية منذ مدة وبحاجة إلى هذه الموازنة لتعديل هذه الأرقام ولإعادة البلد إلى حالة استقرار اقتصادي وإيضا يتعافى تدريجيا